موسيقى أخبار المساء من يوم الشباب نبدوها بأبرز العنوين رئيس الوزراء يشهد بتضحيات الجيش الوطني في تاز والجيش يحرر تقدما ملحوظا في معارك ضد الميليشيا في منطقة الكدحة غرب المدينة الجيش والمقاومة يحرزان تقدما شمال محافظة لحج ويحكمان سيطرتهما على عقبة القندع في مديرة نعمان بالبيضاء وزير الداخلية يوجه سلطات الأمنية بالقبض على المدير السابق لمركز اللاجئين الأفارقة بعدد إلى التفاصيل أهلا بكم قدم قائد محور تازل وخالد فاضل إلى الحكومة قائمة بصعوبات التي تعق تقدم الجيش الوطني لإنجاز مهام العسكرية على أكمل وجه واستعرض اللواء فاضل خلال لقاء جمعوا في عدن مع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قائمة بتلك الصعوبات وشرح عن حالة العسكرية التي تشهدها تعز في مختلف جبهة القتال وقال بن دغر أن الحكومة تعمل جاهدة على تضليل الصعوبات التي تواجه الجيش الوطني واشدد رئيس الوزراء على ضرورة التمسك بوحدة الموقف ووحدة القرار ضد العدو الحوثي الانقلابي من خلال الارتكاز على الثوابت الوطنية ونبذ كل أشكال ودعوات الانقسامات التي لا تؤدي إلا للتراجع والخسائر واشد بن دغر بتضحيات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز المسنودين بقوات التحالف العربي في مواجهة من الشرحوثيين التي انقلبت على الدولة والسلطة مضيفا أن أبناء مدينة تعز يقدمون تضحيات جسيمة للحفاظ على كافة المدن اليمنية كما أحرزت قوات الجيش الوطني في محافظة تعز تقدما ملحوظا في معاركها التي تشنها ضد مليشي الحوثيين في غربي المحافظة وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش التابعة لللواء 35 حررت مواقع على أطراف منطقتهم الراعي في منطقة الكدحة واشار المصدر إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيا في تلك المعارك والتي لا تزال مستمرة كما أسرت قوات الجيش اثنين من مليشيا الحوثيين الإيرانية خلال المعارك وسعادت أسلحة متنوعة كانت بحوزة الميليشيا بعد فرارها من مواقعها إلى ذلك سشدت امرأة وأتصيب طفل برصاص قناص من مليشيا الحوثيين الإيرانية في منطقة الحيمة بمحافظة تعز في ثاني حادثة من نوعها خلال 24 ساعة وقال مصدر محلي إن رصاصة قناص حوثي اخترقت جسد زهور مهيوب سعيد في قرية الأكمة بمنطقة الحيمة التابعة لمديرة تعزية شمال شرق تعز سشدت على إثرها فورا وعمدت الميليشيا الحوثية على تفجير منزلين في المنطقة يعودان لمحمد الكحيل وعبد الفتاح عطى في قرية المنزل هذا ونشد الأهل في مديرة تعزية بمحافظة تعز الحكومة الشرعية وقوات التحالف والمنظمات الدولية إلى سرعة الدخل العاجل لإنقاذ السكان في مناطق وقرى الحيمة الذين يتعرضون لهجمات وقصف عشوائي من قبل ميليشيا الحوثين الإيرانية ودعا الأهالي المنظمات والناشطين المحليين إلى توضيح جرائم الميليشيا التي أمعنت ولا تزال في قتل الأبرياء من سكان التعزية ونهب ممتلكاتهم وتدمير مزارعهم ومنازلهم وأشار بيان عن الأهالي إلى موجة نزوح للسكان بين قرى المديرية هربا من انتهاكات الميليشيا وهجماتها العشوائية في ظل عدام للمساعدات أو وجود استجابة للحالات الطالية كما أصبت طفلة بقصف ميليشيا الحوثين غرب مدينة تعز وقالت مصادر طبية أن الطفلة ويام محمد ذات العام النصف أصيبت بإصابة بالغة في بطنها جراء شضايا قذيفة أطلقتها الميليشيا على منطقة ميلات التابعة لمديرة جبل حبشي وهي ترقد حاليا في المسجفة وحالتها حرجة هذا وتوقع قذائف ميليشيا الحوثين الإنقلابية على أحياء المدينة وفي أرياف محافظة تعز ضحايا مدنيين وأبرياء بينهم نساء وأطفال كثف التحالف العربي من غارات الجوية على مواقع وتحركات الميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة تعز وخاصة على جبهة القتال الغربية والجنوبية عشرات الغارات الجوية شنتها طائرة التحالف العربي على مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة تعز حيث شن التحالف أكثر من 35 غارة على مواقع الميليشيات في الساحر الغربي وتحديدا على تجمعات الميليشيا الإمامية بمنطقة البرح غربية عز في وقت تشتد فيه المعارك في جبهة مقبنة القريبة من البرح والمتاخمة للساحر الغربي وكشف قائد جبهة مقبنة حميد الخليدي عن تحضيرات وترتيبات تجريها الميليشيا الإنقلابية في إطار استعداداتها لحرب كمائن في جبهة مقبنة المتاخمة للساحر الغربي بحدف عرقلة طريق القوات المتجهة إلى بلدات محافظة الحديدة الخليدي دعا التحالف لتنسيق مع الجيش في جبهة مقبنة للوصول إلى نتائج أكثر فاعلية في التحرير ولتمكين جبهته من السيطرة على خط البرح الحديدة الإسفلتي الغارة لم تقتصر على الجبهة الغربية بتعز فقد شن التحالف غارات مكثفة على الجبهة الجنوبية في اتجاه الشريجة في مسعى من الجيش للوصول والسيطرة على مدينة الراهدة الواقعة على خط الشريجة تعز الحراك العسكري اشتعل أيضا في عزلة الحيمة الواقعة في مديرية التعزية التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي حيث كثفت الميليشيا قصفها العشوائي لقرى الحيمة مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين بينهم أطفال وعمدت الميليشيا على تفجير مضخات الآبار بحدف تهجير سكان العزلة سياسيا أبدى محافظ تعز أمين محمود استعداده للعمل مع تحالف أحزاب مساندة الشرعية في تعز وفق مصفوفة التحالف كعمل مشترك بما يؤدي إلى تفعيل مؤسسات الدولة ودعم الجيش وكان نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن قد التقى في الرياض بقيادة التنظيم الناصري وفي اللقاء أكد محسن على أهمية توحيد موقف الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية تجاه مختلف القضايا بما يساهم في تعزيز عملية التحرير إلى ذلك خرج العشرات من الأهالي في جبل صبر وجنود من القطاع السادس باللواء 22 ميكا في وقفة احتياجية أمام مبنى محافظة تعز للمطالبة بإلقاء القبض على قتلة الشهيد هاني العزاني ضابط التحقيق في القطاع مطالبين المحافظة وقائد المحور بتحمل مسؤوليتهم القانونية بضبط الجنات وإيقاف مسلسل الاغتيالات المستشري في المحافظة أما في لحج فقد حقق الجيش الوطني تقدما من ثلاثة محاور شمال المحافظة وقال المتحدث باسم جبهة كيريش عن ترى صبيحي إن الجيش تقدم عبر ثلاثة محاور وفقا للخطط العسكرية التي تضمن التقدم من الميمنة والميسرة والقلب مشيرا إلى أن الجيش تمكن من تحرير جبل الكريه وعددا من المواقع المهمة في جبهة الشريجة وكبد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأكد صبيحي أن الجيش يحاصر قناصة للميليشيا في جبل الحمام فيما تتقدم قوات من الجيش على أطراف الراهدة جنوب مدينة تعز وأشار إلى أن المواجهات تزامنت مع غيرات شنتها مقاتلات التحالف وسهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا في ذات الجبهة وأضاف أن المقاتلات سهدفت بغيراتها مواقع تتمركز فيها قناصة الميليشيا في جبل الحمام وكذا تعزيزات عسكرية للميليشيا الحوثية في منطقة ثبرة القريبة من الراهدة المتحدث باسم جبهة كاريش أكد أيضا اغتنام الجيش الوطني لكمية من الأسلحة والدخائر التي تركتها الميليشيا وفرت أثناء المعارك مخلفة وراءها العديد من جثث مقاتلها سيطرة الجيش الوطني والمقاومة على تبة الحمراء ومفرق عيرم والحلاجيم وتبة سنترال شمال غرب مديرة القبيطة بلا حج وقال مصدر في الجيش الوطني إن منطقة الجدر شمال مديرة القبيطة والتي تعتبر خط إمداد ميليشيا الحوثين الإيرانية باتت تحت سيطرة نارية للجيش الوطني والمقاومة وكانت مواجهة قد وقعت بين الجيش الوطني والمقاومة وميليشيا الحوثين الإيرانية من الطرف الآخر أسفرت عن سيطرة على مواقع شمال القبيطة وهروب العديد من عناصر الميليشيا إلى منطقة الكعبين والقفل وجبل جالس لجأت ميليشيا الحوثين الإيرانية إلى استهداف طريق هيجة العبد وقصف بعض القرى في محاولة يائسة لتغطية هزائمها وقرب اندحارها من كامل تعز وتأتي محاولات الميليشيا على واقع معارك عسكرية تحقق انتصارات بوتيرة سريعة في جبهات المدينة مواقع ميليشيات الحوث الإيرانية تهاوت على عدة جبهات جنوبية بين محافظتي تعز ولحج خلال معارك دشنها الجيش الوطني في الساعات الماضية فيما عاودت الميليشيات القصف عن بعد للسهداف قرى أو طرق رئيسية ففي جبهة طور الباحة التابعة لمحافظة لحج تمكنت قوات الشرعية من تحرير الجبل كربا بمنطقة شعب شرقي طور الباحة بعد معارك تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة وفي جبهة المفاليس بمديرية حيفان جنوبية تعز تجددت المعارك بين الجيش والميليشيات على عدة مواقع وشنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات جوية على مواقع وتحركات للانقلابيين في منطقة النجدين بالمفاليس أما على جبهة الشريج الراهدة فقد منيت الميليشيات الحوثية بهزيمة مفاجئة وخسرت مناطق واسعة في عملية عسكرية مباغتة للجيش بعد أيام من هدوء المعارك هناك العملية العسكرية نفذتها وحدات من اللواء الثاني حزم تحت إشراف قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وإسناد من مقاتلات التحالف العربي وبعد ساعات من القتال فرضت قوات الجيش سيطرتها على جبال المرخام الاستراتيجية المطلة على خط الشريج الراهدة والمناطق المحيطة بها كما تم تحرير منطقتين السحاوة ثبرة على حدود الراهدة ودحر ميليشيات الحوثي على نطاق جغرافي واسع ومع هذا التقدم أصبح تحرير مدينة الراهدة جنوب تعز مسألة وقت لا أكثر وفقا للناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب وأمام هذه التطورات لجأت الميليشيات الحوثية إلى القصف عن بعد للقرى واستهداف طريق هيجة العبد في محاولة لاستهداف الشريان الحيوي الرابط بين محافظات تعز ولحج وعدن غير أن محاولات الميليشيا للتسلل إلى الطريق وزرع عبوات ناسفة باءت بالفشل كما أفشل الجيش محاولة أخرى للميليشيا التي قصفت الطريق مستهدفة إيقاف عمل فريق نزع الألغام غير أن الفريق أنجز عمله وعادت الحركة إلى طبيعتها وأخفقت مساعي الحوثيين لتغطية هزائمهم المتلاحقة عبر ترويجهم لقطع طريق هيجة العبد ومع مرور كل يوم تقترب نهاية الميليشيا الحوثية وتلوح مؤشرات حسار المتمردين الحوثيين فيما تقترب تعز أكثر من أي وقت من لحظات استحقاقها التاريخي وانتصارها الشامل على ميليشيات العدوان السلالية الخاضعة للعدو الإيراني لقيا نحو 21 مسلحاً حوثياً بين قتيل وجريح بينهم مشرفون حوثيون بغارتين جويتين شنتها مقاتلة التحالف العربي على تجمع لهم بمركز عاهم الحكومي أحدى مديرية حجور بمحافظة حجة وقال مظر محلي بالمديرية إن مقاتلات التحالف العربي قصفت بغارتين جويتين مركز عاهم الحكومي أثناء تجمع للحوثيين مؤكداً سقوط 21 بين قتيل وجريح يأتي هذا في وقت تتحرك فيه قيادات حوثية رفعة في محافظة حجة بهدف تحشيد مقاتلين إلى جبهة ميدي الساحلية التي خسرتها الميليشيا قبل أيام قليلة وتم تحريرها بشكل كامل من قبل قوات الجيش الوطني هذا ولقي 25 عنصراً من ميليشيا الحوثيين الإيرانية مصرعهم في معارك مع الجيش الوطني بمحافظة الجوف خلال اليومين الماضيين وقال مصرعسكري أن عناصر الميليشيا قتلوا في معارك نشبت في جبهتي المسلوب والمتون بغربي المحافظة وأفاد المصر أن الحوثيين شنوا هجمات عنيفة باءت جميعها بالفشل بعد أن تصدلها الجيش الوطني مشيراً إلى سشهاد أربعة جنود من الجيش الوطني في تلك المعارك أما في صعدة فقد اعترفت ميليشيا الحوثيين الإيرانية بمصرع قيادي ميداني بارز في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في المحافظة ونعت الميليشيا مقتل ناصر حسين أحمد صلاح القوبري وهو يحمل رتبة لواء وكلفته قبل مقتله بقيادة جبهة نجران كما عينته سابقاً رئيساً لعملياتها الصاروخية في لواء 83 مدفعية صاروخية ويعد القوبري أحد قيادات الحارس الجمهورية حيث عين مسؤولاً عن جبهة الحدود خلفاً لحسين الملصي بعد مصرعه أعلن الجيش الوطني إحكام سيطرته على الخط المؤدي إلى عقبة القنذع في مديرة نعمان شرق محافظة البيضاء وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش سيطرت على الخط المؤدي إلى المواقع بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثيين ولفت المصدر إلى أن عناصر الميليشيا المتمركزين في العقبة أصبحوا حالياً معزولين من كل الاتجاهات وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت معظم المواقع في مديرة نعمان من قبضة الميليشيا ولم يتبقى سوى بعض المواقع في عقبة القنذع وما زلنا في البيضاء حيث شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الخميس سلسلة غارات جوية مستهدفة آليات وتجمعات للميليشيا الحوثية في مديرة السوادي في المحافظة الغارات الجوية أصفرت عن تدمير قاعدة صاروخية للحوثيين بالقرب من معسكر اللواء 26 مشاف السوادية وأخرى في منطقة الوهبية إضافة إلى تدمير عربة بي ام بي في منطقة العريف في المناطق الفاصلة بين محافظتي الضالع وأب تجرى عمليات تدريب لقوات تابعة للجيش الوطني ضمن سعدادات لتحرير محافظة أب ودحر ميليشيا الحوثيين الإيرانية كاميرا يومين شباب انتقلت إلى خط النار بمناطق تابعة لمحافظة أب على الحد الغربي لمحافظة الضالع وذلك للتقصي طبيعة هذه السعدادات العسكرية الجارية هناك لا تتوقف المواجهات بين الجيش الوطني في اللوى 30 مدرع هنا في جبهة حمك غرب الضالع وميليشيا الحوثي الإيرانية في هذه المناطق التابعة لمحافظة أب يتمركز الحوثيين ومن هنا يحاول التقدم نحو محافظة الضالع إذن نحن في منطقة فاصلة بين محافظتي الضالع وأب في الساعات الماضية كانت هناك اشتباكات وكان أيضا دوي قصف مدفعي معنا هنا قائد معسكر الشهيد القحيف العقيد عبد مسعد الصيادي ليطلعنا عن سير المواجهات في هذه الجبهة هذه الجبهة جبهة المواجهات فيها مستمرة ومتواصلة جبهة حاولة عدو أكثر من مرة عملية اقتراقها ولكن تلقى من مقاتلين ضربات موجعه ومؤلمه وتقبط خسائر كبير جدا بالعتاد والأرواح ولهذا يلجأ للأعمال العشوائية الأخرى وقصف المدنيين نحن نعمل بكل الوسائل من أجل توقيف الحوثي وملاحقته بالاتجاه الاستراتيجي لمحافظة إب إب هي الحلم المستقبلي لمهامنا أو لما نأمل فيه في تحقيق هذا الحلم بالوصول إلى إب وتحريره من رجس الحوثيين في إحدى زياراتي شاهدت كتيبة والأخرى تدريبات مستمرة لكن ليس هناك أي تقدم على الأرض هل من معوقات تواجهكم في عدم التقدم نحو محافظة إب؟ نحن نمشي على خطط وبرامج مدروسة ومنسقة مع الشرعية والتحالف ونعدة لعدة وحين ما تكون الخطة جاهزة وعطية الإشارة نحن مستعدين للتنفيذ إذن هناك استعدادات هناك تدريبات مستمرة رجال الجيش الوطني أيديهم هنا على الزناد عينهم متجهة نحو محافظة إب لتحريرها كما يقولون لا يبعدهم أو لا يفصلهم عن هذه المناطق التابعة لمحافظة إب سوى أمتار من المنطقة الفاصلة بين محافظة الضالع وإب عبد العزيز الليث يمن شباب غرب الضالع إذن من أب ننتقل إلى الحديدة حيث سشهد مدني في انفجار لغم أرضي من مخلفات حرب الميليشي الحوثية الإيرانية في مديرة الخوخة وقال مزر محلي إن الشاب صدام ثابت مهيم في الثامنة والعشرين من عمره سشهد في انفجار لغم بقرية الدونين التابعة لمديرة الخوخة التي تم تحريرها في الثامن من شهر ديسمبر الماضي وفي شأن متصل سشهد أحد أهالي قرية بن الزهري شمال مدينة حيث في حادثة صدم دراجة نارية كان يقودها قيادي في الميليشيا بسرعة كبيرة وذكر مصدر محلي آخر أن الحادثة تسببت في سشهاد أحمد عبد الفتيني وإصابة آخر يدعى عبد العلي محمد حشاش تواصل ميليشيا الحوثينة الإنقلابية عمليات التهجير بحق السكان المناطق المحيطة بمديرة حيث الواقعة جنوب محافظة الحديدة وقال سكان محليون إن الميليشيات تواصل منذ أسابيع عملية تهجير جديدة لسكان القرى المحيطة بمدينة حيث جنوبا وقرى الشعوب وزوبل وباب اللفج وبني العللي وبني الخضيري شمال وغرب حيث وتحويل قرهم إلى مواقع أسكرية بقوة السلاح وبعد أن هددت الأهل بقصف منازلهم واتهمت منظمة مناصرة للحقوق والحريات ميليشيا الحوثينة الإنقلابية بتهجير نحو 1500 أسرة خلال شهر مارس الماضي من منازلهم في مديرة حيث والجراحي والخوخة والزبيد في محافظة الحديدة الساحلية وجه وزير الداخلية أحمد الميسري سلطات الأمنية بإلقاء القبض على العقيد خالد العلواني المدير السابق لمركز اللاجئين الأفارقة وإحالته للتحقيق بعد اتهامه بممارسة انتهاكات بحق المهاجرين الأفارقة وبحسب موقع وزارة الداخلية فإن العلواني متهم بممارسة انتهاكات بحق حقوق الإنسان وقضايا اغتصاب لمهاجرين أفارقة كانوا محتجزين بالمركز وقال الموقع أن وزير الداخلية وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة لترحيل المحتجزين في مركز البريقة بالتنسيق مع مدير عام المديرية وإغلاق المركز وتسليمه لهيئة الأحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السماكية وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة في اليمن يتعرضون لانتهاكات جسدية وجنسية في مراكز احتجاز وأشارت المنظمة إلى أن المركز يخضع لسيطرة الحكومة لكن قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات هي من تشرف عليه إلى ذلك أكدت منظمة دولية أن الوضع الصحي في اليمن في غاية السوء وقال المتحدث باسم مكتب الصليب الأحمر الدولي في اليمن عدنان حزام لقناة يمن شباب إن منظمته تقرع جرس الإنذار للتنبيه بشأن التدهور الصحي في مراكز الغسيل الكلوي من أجل أن يكون هناك استجابة لدعم القطاع الصحي في اليمن وأوضح حزام أن حالة من مرضى الفشل على شف الموت في ظل تخفيض جلسات الغسيل مشيرا إلى أن تسليط المنظمة الدولية للصليب الأحمر هذا الموقف في كل من صنعاء وعدن لتسليط الضوية على هذه المعاناة لأجل الاهتمام سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولية والالتفات إلى هذه المعاناة وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر أن منظمته تعمل على تأمين مراكز الغسيل لأجل تأمين العمل ولو في حدوده الدنيا مؤملا أن يكون هناك آذان صاغية لمواجهة هذا الوضع الإنساني مؤكدا أن لدى المنظمة خططا في دعم القطاع الصحي بشكل عام حقق فرع البنك المركزي في محافظة تاعز زيادة في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري وقال مدير عام الفرع معاذ البركاني بأن زيادة المحققة بلغت 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أعمال الفرع البنك المركزي بتاعز تنهض وتكبر من يوم إلى يوم نسبة الإيرادات زادت بنسبة 20% على ما كان عليه في عام 2017 لخلال الربع الأول من عام 2018 من الإيجابيات التي حصلت خلال الفترة هذه في أعمال الفرع أن أغلب الجهات الحكومية صارت تتعامل مع البنك المركزي أيضا المصرحات الشهرية هناك وصلت إلى الفرع قبل أيام النفقات التشغيلية للمحافظة كانت من قبل تقيد في البنك المركزي عدن وتصرف من هناك نظرا قبل افتتاح البنك المركزي لكن الآن وصلت النفقات التشغيلية للمكاتب في تعز وإن شاء الله ستصرف من هنا من البنك المركزي ونأمل أيضا في القريب العاقل أن تأتي المترحات والاعتمادات الشهرية للرواتب بحيث تقيد في حساباتها هنا في البنك المركزي وتصرف بالصفة دائمة ومستمرة من البنك المركزي فرع تائز أما في مأرب فقد وجه محافظ المحافظة إدارة التربية والتعليم بتخصيص مدرسة للمبرزين والمتفوقين من الطلبة وذوي العقول الإبداعية بهدف بناء المحافظة وإقليم سبا جاء ذلك خلال حفل أقيم بمدينة مأرب لتكريم عدد من المعلمين كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب 54 معلما ومعلمة من المبرزين والمتميزين من الإدارات المدرسية والتعليمية عرفانا بدورهم الهان في تأدية رسالة بناء الأجيال بالعلم والمعرفة إن تكريمي وتكريم زملائي لهو تكريم لكل معلم وإداري وهو وسام على صدر كل من بدل وكابد وأقول لهؤلاء الجنود المجهولين قد كرمت بينكم ولست بخيركم فأنتم بعد الله أمل هذا الوطن وفي الحفل الذي نظمه مكتب التربية بالمحافظة تحت شعار بالعلم نبني الأوطان ونطقي بالشعوب وجه محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة مكتب التربية بتخصيص مدرسة للموهبين والمتفوقين وبمناسبة تكريم المعلم فإنني أوجه اليوم إدارة التربية في العمل على أن تخصص إحدى المدارس في عاصمة المحافظة وفق رؤية علمية مدروسة لاستيعاب المبرزين من أبناء المحافظة والمتفوقين مع وجود كادر مع وجود كادر من المعلمين متميزين حتى نستطيع أن نستوعب العقول المنتجة والعقول الإبداعية التي نستطيع من خلالها أن نبني بإذن الله وطننا ومحافظتنا على وجه الخصوص وإقليمنا بل ووطننا بأكمله بإذن الله من جاربه عبر مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب عن شكر من تسبية القطاع التربوي لقيادة السلطة المحلية على الاهتمام الذي توليه بالقطاع وذلك بإدراج استحقاقات تسويات المعلمين والموظفين بموازنة المكتب في إطار موازنة السلطة المحلية للعام 2018 بإسم كل الكادر التربوي نوجه الشكر الجزيل للأخي محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة الذي لم يأل جهداً في دعم العملية التعليمية والاهتمام بكادرها ومن أهمها التوجيه الصريح إلى لجنة الموازنة في المحافظة في إدراج استحقاقات المعلمين والموظفين في موازنة المكتب في إطار موازنة السلطة المحلية للعام 2018 وفي ختام الحفل قام المحافظ بتوزيع الشهائد والجوائز العينية للمكرمين تأكيداً بأن قطاع التعليم من أولويات اهتمامات ملفات التنمية لدى قيادة السلطة المحلية التي تعتبر المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية وصناعة الأجيال وبناء الحاضر والمستقبل تهتم السلطة المحلية هنا في محافظة مارف المعلم كونه حجر الأساسي لبناء الأوطان رشاد نواري وشباب مارف ريس الوزراء يشهد بتضحيات الجيش الوطني في تعز والجيش يحرز تقدماً ملحوظاً في معاركه ضد الميليشيا في منطقة الكدحة غرب المدينة الجيش والمقاومة يحرزان تقدماً شمال محافظة لحج ويحكمان سيطرتهما على عقبة القنضع في مديرة نعمان بالبيضاء وزير الداخلية يوجه سلطات الأمنية بالقبض على المدير السابق لمركز اللاجئين الأفارقة في عدن مشاهدين كان هذا كل ما لدينا في نشرة اليوم أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة